نعم سعادة العميد إلى أي مدى حضور الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش والمقاومة الشعبية في دارفور يعطي هذه المعركة زخما كبيرا لصالح الدولة السودانية ولصالح الشعب السوداني بالتأكيد الحركات المسلحة لها دور كبير جدا كان في معارك مدينة الفاشر واستفت في خندق واحد مع القوات المسلحة وهذا له أبعاد سياسية وأبعاد عسكرية كبيرة جدا لأنه تبين لهذه الحركات المسلحة بأن العدو يستهدف كل السودان ويستهدف كل المكون السوداني في دارفور وفي غير دارفور ولذلك شعرت بهذه المسؤولية واستطاعت أنها تفاعل قوات الموجودة في دارفور وعملت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة واستطاعت أنها تكسر هذه الهجمات المتعددة على الفاشر وكذلك هذه المسألة لها بعد مهم جدا وهو التركيبة القبلية الموجودة في دارفور والتي تنخرج منها هذه الحركات المسلحة والتي هي أصلا لها بعض الإشكاليات القديمة مع مليشيا التمرد ولذلك شعرت بهذا الخطر ولذلك اصطفت مع القوات المسلحة وهي الآن لها الدور الكبير في صد هذه الهجمات في دارفور نعم